موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد أن حذر سبحانه المؤمنين من ولاية اليهود والنصارى عقب ذلك بنداء آخر وجهه إليهم وبين لهم فيه أن موالاة أعداء الله قد تجر إلى الارتداد عن الدين وأنهم إن ارتدوا فسوف يأتي الله بقوم آخرين لن يكونوا مثلهم وأن من الواجب عليهم أن يجعلوا ولايتهم لله ولرسوله وللمؤمنين فقال تعالى في الآية الرابعة والخمسين من صورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم بعد الانتهاء من موضوع المنافقين يأتي الكلام في هذه الآية الكريمة عن المرتدين الذين تنبأوا القرآن بارتدادهم عن الدين الإسلامي الحنيف وهذه الآية أتت بقانون عام يحمل إنذارا لجميع المسلمين فأكدت أن من يرتد عن دينه فهو لن يضر الله بارتداده هذا أبدا ولن يضر الدين ولا المجتمع الإسلامي لأن الله كفيل بإرسال من لديهم الاستعداد في حماية هذا الدين حيث تقول الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه الإرتداد هو القفر بعد الإسلام وذكرنا المرتد وتقسيمه إلى مرتد عن ملة وفطرة وحكم كل منهما عند تفسير الآية السابعة عشر بعد المئة الثانية من صورة البقرة والنهي عن الإرتداد بعد النهي عن موالات أعداء الدين يشعر بأن هذه الموالات قد تؤدي إلى الإرتداد عن الإسلام وفي الحديث لو أن راعياً رعا إلى جنب الحما لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه وقال أهل السير والتأريخ أن ثلاثةً ارتدوا وادعوا النبوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن آمنوا به الأول الأسود العنس تنبأ في اليمن وأخرج عمال رسول الله صلى الله عليه وآله منها ولكنه قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بيوم واحد الثاني مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وكتب إلى محمد صلى الله عليه وآله من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإني شريك معك في الأمر والأرض بيننا مناصفة وقتل في عهد أبي بكر الثالث طلحة بن خويلد ادعى النبوة ثم عاد وأسلم أما سجاح فقد ادعت النبوة في خلافة أبي بكر ثم تتطرق الآية إلى صفات هؤلاء الحمات الذين يتحملون مسؤولية الدفاع العظيمة وتبينها على الوجه التالي فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم اختلف المفسرون في من هو المقصود بلفظ القوم والله سبحانه لم يعينهم بأسمائهم بل أشار إليهم بأوصافهم وعلى هذا فكل من تنطبق عليه الأوصاف الخمسة المذكورة في الآية فهو المقصود الصفة الأولى إنهم يحبون الله ولا يفكرون بغير رضاه فالله يحبهم وهم يحبونه كما تقول الآية يحبهم ويحبونه الصفة الثانية والثالثة يبدون التواضع والخضوع والرأفة أمام المؤمنين بينما هم أشداء وأقوياء أمام الأعداء الظالمين حيث تقول الآية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الصفة الرابعة إن شغلهم الشاغل هو الجهاد في سبيل الله إذ تقول الآية يجاهدون في سبيل الله وكل عمل يسد حاجة أو يدفع ظلامة فهو جهاد في سبيل الله وفي الحديث إن النبي صلى الله عليه وآله كان جالساً مع بعض أصحابه فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة فقالوا ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله فقال إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية انضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله وإن كان يسعى تفاخر وتكاثر فهو في سبيل الشيطان الصفة الخامسة هي أنهم لا يخافون لوماً لائمين في طريقهم لتنفيذ أوامر الله والدفاع عن الحق حيث تقول الآية ولا يخافون لوم تلائم فإذا واجهوا التحديات ووقف القفر في جانب ليحارب تعاليم الله وشرائعه ويهاجم عقيدة الحق ورسالته كانوا في المواقع الصلبة الصعبة شرارة من نار ويقضة من نور وحركة من فكر وصرخة من حق وموقف عدل وجهاداً في معركة وانطلاقة في سبيل الله فهم الأشداء الثابتون الذين لا يتزلزلون ولا يرتبقون وهم الوافقون بالحق ثقتهم بالله فقد يسمعون اللائمين الذين يأخذون عليهم قصوة موقفهم وصلابة رأيهم ويطلبون منهم التراجع عن ذلك ليحصلوا على رضا هذا الفريق وذاك ولكنهم يرفضون ذلك بإيباء وإيمان لأن الموقف ليس ملك أيديهم بل هو ملك الله فلا يملكون حرية الانسحاب لو أرادت منهم أنفسهم ذلك ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يظهر الإيمان على حقيقته إلا عند المهنة فهي المحق الصحيح لإيمان المؤمن هذا هو شعار المخلصين لا يخافون في الحق لومة لائم أو كما قال نبي الرحمة إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولا مصدر لهذه المشاكل التي يعانيها عالم اليوم من حروب لا مصدر لهذه المآسي وما إليها إلا سكوت من سكت عن الحق في الصحف والإذاعات والأمم المتحدة ومجلس الأمن خوفا من ملوك الذهب الأسود وحماتهم المأجورين وبالتالي فإن قوله تعالى ولا يخافون لوم تلائم يرسم صورة حية للمتدين وللأهداف التي يجب أن ينطلق إليها ويضحي من أجلها بقيا هذا السؤال البسيط هل يسوق بعد هذا لقائل هل يسوق بعد هذا للقائل أن يقول إن الدين مغيبات وصلاة وأموات وتؤكد الآية في الختام تؤكد على أن اكتساب أو نيل مثل هذه الامتيازات السامية بالإضافة إلى الحاجة لسعي الإنسان نفسه مرؤون بفضل الله الذي يهبها لمن يشاء ولمن يراه قفؤا لها من عباده حيث تقول الآية في هذا المجال ذلك فضل الله عليهم بأن من عليهم بهدى الإيمان وإشراقة الحق بحيث يتحول لإنسان إلى ينبوع من النور يتدفق بكل أريحيات اللطف الإلهي يؤتيه من يشاء وقد رأينا بالحس والوجدان أن الله سبحانه لا يشاء أن يمنح فضله إلا لمن سار وفق الأسباب والسنن التي أقام بها جلت حكمته أقام بها نظام الكون بأسره ولو أراد منا أن نمشي بلا رجلين ونعمل بلا يدين ونبصر بلا عينين لكان في غنى عن خلق شيء منها وخلق كل شيء فقدره تقديرا وفي النهاية في النهاية تبين الآية أن مجال فضل الله وكرمه واسع وهو يعرف الأكفاء والمؤهلين من عباده وكما تقول الآية والله واسع واسع في رحمته ولطفه ورضوانه ورعايته لعباده المؤمنين عليم بما يحتاجون إليه في المراحل الصعبة من جهادهم في طريق الله يعطي عن سعى ويعطي عن علم وما أوسع هذا العطاء الذي يختار الله له من يشاء عن علم وعن تقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته موسيقى 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 المترجم للقناة